ما بقيتش في اللون الأحمر اللي أخضر أخضر واللي راح باش تميل أخضر عن قريب جداً كذلك إن شاء الله لأن في عامل راح يندير اليوم البنك العالمي يعترف أننا بدينا في معركة رفع قيمة الدينار وأننا فيه مؤشرات إيجابية بالنسبة رفع قيمة الدينار هذه كانت من معارك لباش خدوها وقلتها في مرحلة من المراحل أننا سنرفع قيمة الدينار وما زال مشوار طويل صح ولكن باش نصلح الكاريتة الاقتصادية والمالية اللي كانت قبل هذا هو لما تسحب بدون مقابل تسحب العملة وتوزع تخلق تخلق التدخم والقيمة تعدين تعدين نارتاك يطيح اليوم رأنا نمتصف في النتيجة السلسلية تعددخهم ولنحاول نقوي قيمة الدينار تانا لتعود بالفيداء على قدرة الشرائية تعدى المواطن بالطبع كذب كذب أولا يستطيع الناس أن يرجعوا وأنا دائما نتحدث بدلائل وبأدلة يستطيع الناس أن يرجعوا إلى قيمة الدينار في 2019 كم كانت قيمة الدينار مقابل اليورو ومقابل الدولار خلنا نأخذ هذه العملتين سيجدون أنه في الفترة اللي عين فيها تبون على رأس الدولة لو يرجعوا أي واحد يستطيع للأنترنت يرجع ويجد هذه المعلومات يقول في واحد جونفي 2019 كم كان يساوي الدينار أو حتى في واحد ديسمبر 2019 كم كان يساوي الدينار وفي واحد جونفي 2022 كم أصبح يساوي الدينار تم ضرب وأنا تكلمت على هذا الموضوع عدة مرات في اللايفات بالنسبة لإخوان اللي تابعوني تم ضرب الدينار بشدة بحيث خفض ما بين 20 إلى 23% في مقابل اليورو أو الدولار إذن ضرب الدينار وتخفيض الدينار في الحقيقة جاء في الفترة اللي جاء فيها تبون وهو هنا رأي يعترف يقول لك رفع الدينار حتى لا يكون هناك تضخم طيب معنى لما خفضت الدينار في السنتين اللي فاتوا في قريب ثلاث سنوات منذ أن جعلوك رئيساً وأنت لا تستحق حتى أن تكون رئيس بلدية جعلوك رئيس جمهورية يعني تعترف بأنه كان هناك ضرب للدينار تخفيض الدينار أكثر من 20% مرة 23% مما أدى إلى التضخم مما أدى إلى ارتفاع الأسعار الآن يقول لك حتى البنك الدولي سيعترف بأننا نخوض معركة رفع الدينار يكذب مرة أخرى يكذب لماذا؟ نعم في حدود تقريباً انخفض السعر الأورو رسمياً انخفض السعر الأورو رسمياً من حوالي 146 دينار قبل حوالي أسبوعين أو ثلاث أسابيع إلى حوالي 140 دينار نعم انخفض في حدود أياه دينار أصبح أفضل بحدود 6 دنانية من 146 دينار للأورو الواحد رسمياً إلى 140 لكن هذا ليس لأنك تأخذ معركة رفع الدينار هذا لأن الأورو انخفض على المستوى العالمي لأن الأورو انهار على المستوى العالمي ورح شوف الدولار مقابل الأورو الآن لأول مرة تقريباً منذ بداية الأورو يتجاوز الدولار يصبح سعر الدولار هو أورو وثلاثة سنتيم بل لكن اليوم سأرجع إلى 2 سنتيم لكن وصل إلى 3 سنتيم أي أن الدولار واحد يساوي أورو زائد بينما قبل 6 شهر كان الدولار يساوي 90 سنت بـ 90 سنت تجيب دولار الآن بـ 103 سنت أي أورو ثلاثة سنتات قد يسموه هذا يسموه السنت ليس سنتيم لكي تجيب دولار واحد وروح وأيضاً إذا رح بالفعل الدولار يتقوى الآن شوفوا كم هو مقابل الدولار علينا نعطيك إشارة واحدة أخرى لكي تكذب الناس في السكوار في بورسعيد كم رح يساوي الدولار الآن يساوي أكثر من 21.500 215 دينار لدولار واحد و 210 دينار لأورو واحد قبل 6 شهر كان الدولار ما يتجاوز 190 دينار أن الحقيقة سكواري عبر على الحقيقة البنوك هي كتابة أنتو ما تزيدوا ولا تهبطوا لأن الدينار موش كونفيرتيبل بينهم السكواري عبر على الحقيقة قيمة الدولار الآن رفايت 21.5 21.500 لدولار واحد أي 215 دينار بالمناسبة هل يعرف الجزائريين أن الدينار في الثمانينات رسميا كان الدولار أقل وصل إلى أقل من 5 دينار في فترة معينة كان يساوي 4 دينار فاصل 4.20 لازلت أتذكر ذلك وفي سعر السوق النوار كان يساوي الدولار 12 دينار يوصل إلى 15 دينار الآن 215 دينار يعني أنه تضاكم أكثر من 14 مرة من الثمانينات الدينار انخفض 14 مرة قيمة الدينار نهارت من الثمانينات فقط في 2010 الناس كلها كانت تعرف أن الورو كان يدير 100 دينار 100 زرج دينار 105 دينار في السكوار حتى لها 2011 2012 2013 الآن سيدير 21 وفاصل سواء من ناحية الرسمية أو من ناحية السوق السوداء الدينار ما زال ينهار ليس هناك ارتفاع لقيمة الدينار هناك انخفاض للأورو واللي حب يراقب ذلك يشوف كم هو سعر الدولار لأن الدولار مرتفع الآن باش يعرف إذا الدينار فضل أم لا لكن اللي قاله اليوم تببون هو يعترف أنه لما جابوه حطوه على رأس الدولة وبدو خفضه في الدينار أدى ذلك للتضخم وهذه حقيقة لأن السنتين الأخيرتين تضخم لشاهدته الجزائر لم تشهده من قبل بل فقط في الست شهر الأخيرة هذه ارتفاع الأسعار لم تشهده الجزائر من قبل وروحوا شوفوا أسعار المدارس تجاوزت المية في المية أغلب الأدوات المدرسية سعرها تجاوز مية في المية الكاي اللي كان يدير 15 دينار ولا يدير 30 دينار هذا تعطرون دو باش الكاي اللي كان يدير الكراس اللي كان يدير 40 دينار 45 دينار نتعي الكادر بنساز 96 صفحة رح يدير 90 دينار وهكذا على سبيل المثال فقط إذن يكذب كالعادة يكذب أكثر ما يتنفس تبون الذين معه